ما كان وعيداً وتهديداً بات فعلاً وحقيقةً مستهلك النفط يدشنون حربهم ضد تحالف أوبيك بلاس بضخ مزيد من الخام في السوق باللجوء إلى استغلال احتياطاتهم الاستراتيجية في خطوة نادرة ومنسقة قررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب خمسين مليون برميل من مخزوناتها النفطية تتضمن الإفراج عن 32 مليون برميل من كميات إضافية من المخازن الأربعة لأكبر اقتصاد في العالم مع التعجيل في تنفيذ خطة سابقة تشمل سحب 18 مليون برميل أخرى بريطانيا لم تنتظر طويلاً لتكشف عن خطة مماثلة بالسماح للشركات النفطية الإفراج طوعاً عن كميات تعادل مليون ونصف المليون برميل من مخزوناتها الاستراتيجية في حين وافقت الهند على ضخ خمسة ملايين برميل من نفطها الموجه لحالات الطوارئ رغم إعلان نيو ديلهي في وقت سابق رفضها لخطوة البيت الأبيض على ذاك النحو قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي دون الإعلان عن حجم الكميات المعنية بالعملية وآجالها في وقت تتجه جميع الأنظار نحو ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم لمعرفة المساهمة الصينية في التحرك الأمريكي المنسق ضمن توافق اقتصادي نادر على محور واشنطن بكين في ذروة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم